زي ما انت قلت كده اهم حاجة يعني الفريق وانه هو يبقى على اتم استعداده واحنا طبعا كل يوم هنا يمكن بنطمن حضركم على اخبار فريقنا باستمرار اللي بيستعد بمواجهة يعني خلاص عندنا يوم استبت باذن الله اخر مواجهة لنا مع طلاع الجيش ختام بطولة الدوري الممتاز النهاردة مسيماني المدير الفني كان عنده محاضرة محاضرة نظرية عقدها مع اللعيبة قبل ما ينطلق مران الفريق النهاردة على ملعب التتش في الجزيرة طبعا الموسماني كان تحدث مع اللعيبة عن بعض الامور الفنية الخاصة بمبارات الفريق اللي جاية طبعا مباراة اكيد مهمة امام طلاع الجيش كابتن وان شاء الله هيتم يعني تسليم درع الدوري بإذن الله في الاستاذ طبعا معروف ان ده بدون جمهور ولكن يعني في كل الاحوال درع الدوري الـ 42 هيتم سلم في هذه المباراة بعد الماكش بإذن الله طبعا بتبقى لقطة تاريخية وذكرة كبيرة جدا ويعني من فترات طويلة النادي الآلي آه بيكسب دوري كتير لكن لقطة تسليم والدرع داخل داخل الملعب دي لقطة خاصة جدا وبيبقى ليع ذكريات مع اللعيبة مع الجهاز الفني ومعها حتى على الجماهير يعني موسيقى 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 اشتركوا في القناة